اشتركوا في القناة وتطوراتها وسبل التعاون مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وهيئات الام المتحدة لمعالجة قضية الحجرة غير الشرعية وتعزيز المصلحة الوطنية بين الاشقاء الليبيين وكذلك محاربة الجريمة المنظمة وغيرها ونقل المبعوث الفرنسي رفخام الرئيسي لجمهورية دريس ديبيد نو مستجدات الوقت الراهن في ليبيا بالاشارة الى نتائج وتوصيات وقرارات الاجتماع عالي المستوى الذي حضره رواساء دول جيران ليبيا والذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس في اواسط شهر مايو المنصري والذي اضم كل من جمهورية مصر العربية والسودان والنيجر والجزائر اضافة الى دول صديقة لليبيا وعدد من المنظمات الدولية بينها منظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ورئيس الفرنسي الرعي الاجتماع الرئيس ايمانويل مكر وعقب خروجه من المقابل اكد مبعوث الرئيس الفرنسي الدولة الشاد المحوري في نزفة الازمة الليبيا وقال ان الرئيس الفرنسي اطلعني على مستجدات الاوضاع هناك ومن ثم امرني بان انقلها الى الرئيس الشاد دريس ديبيد نو وهو ان الدولة الليبية ستدخل مرحلة جديدة وهي تنظيم انتخابات رئاسية لتقرير مصير الشعب الليبي مع مطلع العام القادم اي نهاية شهر ديسمبر وهذا ما يتطلب جهود اقليمية والدولية وخاصة مساعدة الليبيين في تقرير مصيرهم